الى هنا أكون قد عرضت بين أيديكم ما جاء في مقدمة كتاب التبيان بمثابة تعريف للكتاب وما جاء في مقدمة التفسير بمثابة شرح لمنهجية التفسير ثم أخذت لقطة من سورة الفاتحة لأنها السورة الأولى وهي السورة التي تختصر القرآن كله وسلت الضوء على مضمون الصراط المستقيم ثم انتقلت إلى أطول سورة من سور القرآن وهي السورة الثانية إنها سورة البقرة وأخذت منها مجموعة لقطات يمكنني أن أقول عنها من أنها مفردات تشكل الإطار الإجمالية للعقل الشيعي إنه الإطار الخارجي الإطار الأوسع سأنتقل بكم الآن إلى لقطات أخرى ولكن من مواضع متفرقة بين آيات الكتاب وسوره عبر تفسير الثبيان للطوسي ما سأعرضه لكم من لقطات إذا ما جمعت في هذه الحلقة وما بعدها فإنها تمثل مفردات تشكل الإطار الداخلية الإطار التفصيلية الإطار الأضيق للعقل الشيعي وستكون البداية من الحديث عن رسول الله لأن رسول الله هو ديننا لأن رسول الله هو قرآننا لأن رسول الله هو منظومتنا العقائدية الأصل بعبارة أخرى محمد هو الأول والآخر عندنا وهو الظاهر والباطن عندنا محمد هو الفاتح والخاتم عندنا محمد ديننا محمد أساس ديننا محمد قرآننا محمد مضمون قرآننا محمد حقيقة حقائق إيماننا محمد هو كل شيء عندنا ولا يوجد شيء آخر محمد 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 صلى الله عليه وآله من هنا يكون الحديث عن محمد ماذا يقول المذهب الطوسي القذر السخيف المنحط السافل الوسخ القذر ماذا يقول عن محمد وآل محمد وآل محمد حديثنا عن محمد وسيكون مترتبا على آل محمد بنحو طبيعي فما يعتقده الطوسي في محمد سيعتقده أيضا وبدرجات أدنى وأدنى وأقل في آل محمد صلى الله عليه بحسب عقيدة هذا المذهب الخرئ إنني أتحدث عن المذهب الطوسي الضال أذهب بكم إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثامنة والستين بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم اللقطة هنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم ماذا يقول شيخ الطائفة من فدوة روح لها الطائفة ماذا يقول شيخ الطائفة في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة من الجزء الرابع من التبيان من تبيان الطوس يقول ويتحدث عن هذه الآية وعن هذا المقطع منها الذي يخاطب رسول الله لفظا القرآن بحسب المنهج التفسيري الغديري نزل بإياك أعني واسمعي يا جار هذا الخطاب لفظا لرسول الله مضمونا ومعنا وفحوى لي ولكم رسول الله لا ينسى أنا الذي أنسى نحن الذين ننسى هذا الخطاب لا يناسب رسول الله أصلا وإنما وإنما يوجه له لفظا والمعنى موجه لي ولكم هكذا علمنا أئمتنا من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار اللفظ لرسول الله وإما ينسينك الشيطان الشيطان لا يقترب من رسول الله الشيطان يؤذي رسول الله ولكنه لا يقترب من ذاته وإنما يكون قريبا في الأجواء التي يكون فيها رسول الله كي يحرك الآخرين من شياطين الجن والإنس الشيطان لا يخترق رسول الله حتى ينسي رسول الله الشيطان يخترقني يخترقكم يخترق الصحابة من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق لكنه لن يخترق رسول الله الخطاب لفظا لمحمد صلى الله عليه وآله مضمونا هو للأمة لنا أبو طوسي الأثوال خلينا نشوف شي يقول هذا الأخبار أبو طوسي أبو طوسي الأثوال هكذا يقول واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان الجبائي المعتزلي استدل بهذه الآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان وقال بخلاف بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمه هذا كلام الجبائي واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك وهذا قول الرافضة هذا قولنا الطوسي يقول هذا ما هو بقول الرافضة مر علينا في السؤال الذي وجهه إلى المفيد وقالوا من أن الشيعة تجمع على أن المعصوم يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن ماذا رد عليه قال إن الشيعة لا تجمع على ذلك إنهم يتحدثون عن مذهب لا علاقة له بدين العترة الطاهرة يتحدثون بمنطق المعتزلة يتحدثون بمنطق أعداء العترة من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون والكلام هو هو الأمر نفسه الأمر نفسه إذا ما سأل سائل أحد المراجع مثلا عن لعن أعداء أهل البيت قالوا إننا نحن الشيعة لا نلعن الصحابة هؤلاء جهال الشيعة أو أن هؤلاء من المتسوسين الحكاية هي الحكاية عوام الشيعة يعتقدون بعقيدة تختلف عن عقيدة مراجعه مراجع الشيعة هتلية هتلية من الآخر وهذا واحد من الهتلية اسم هذا هتلي هذا هو اللي أسس الهتال وهو أكبر الهتلية هذا مؤسس مذهب الهتلية إنه المذهب الطوسي الهتلي واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلافي ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك ماذا يقول أبو طوسي الوريد وهذا ليس بصحيح أيضا لماذا لأن نقول إنه لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ الديني فأما غير ذلك ما هو خارج دائرة التبليغ الديني فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسه عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل فهم يسهون ينسون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابير ما انطيع الله حظك على العقيد هذا هذا هو الذي يقول لست أنا يرفض كلام الجباء وكلام الجباء صحيح عقيدة الرافضة هي عقيدة العترة الطاهرة أما هذا الطوسي فهو يتحدث عن مذهبه هذا هو المذهب الطوسي لكنه سمى مذهبه ب مذهب التشيع للعترة الطاهرة وهذا ليس بصحيح أيضا يرد على الجباء لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو على الأنبياء عموما على محمد وآل محمد لأن نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في هذه الدائرة فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤد ذلك إلى الإخلال بكمال العقل فهم ينسون ويسهون إلى الحد اللي ما يصيرون مخابيل عقولهم مختلة ثم يقول وكيف لا يجوز عليهم ذلك ما هو الدليل وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهون من قال بهذا من أن النوم سهون من قال بهذا ثم يا أيها طوسي أما قرأت في أحاديثهم من أن النبي المعصوم أتحدث عن محمد وأتحدث عن الأئمة من آل محمد أتحدث عن علي وفاطمة وعن ولد علي وفاطمة من المشتبى إلى القائم من أنهم ينامون تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فكيف ينسون حتى إذا افترضنا أن النوم سهو وهو ليس كذلك النوم ما هو بسهو من قال من أن النوم سهو هذا الكلام تصطير لأجل أن يثبت سهو المعصوم بأي طريقة النوم حاجة طبيعية عند الإنسان لا أريد أن أحدثكم عن النوم هنا ولكنه هو الذي يقول من أن النوم سهو وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو ثم ماذا يقول ثم ماذا يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا فوق الذي تقدم فإنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم أنا أسأل أطوسي متصرفات المعصوم معصومة لأنها ترتبط بالدين أو بالدنيا وحينما ترتبط بالدنيا فإن دنيا المعصوم لا تنفك عن دينه فكيف ينسون كثيرا من متصرفاتهم من شؤونهم وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم يعني وكثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه الجباء فاسد هذه عقيدة فاسدة حينما يقول من أن الرافضة تعتقد من أن النبي والإمام لا يسه ولا ينسى يقول والذي ظنه الجبائي في عقيدة الرافضة فاسد هذا اعتقاد فاسد نحن نعتقد من أن المعصومة الذي هو النبي أو الإمام لا يسه ولا ينسى في دائرة التبليغ فقط ما يبلغون به عن الله أما في غير ذلك فإن المعصومة يسه وينسى إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا لا يصبح معتوها لا يصبح مخبولا إلى الحد الذي لا يصبح المعصوم مخبولا هو يسه وينسى بالله عليكم هذا الكلام كلام سليم هذه عقيدة محمد وآل محمد هذا هو الذي أقوله من أن الطوسية قد أسس مذهبا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وتلاحظون هذا كان واضحا في كل اللقطات التي عرضتها بين أيديكم نحن مستمرون نحن مستمرون في السنوات الماضية كنت أحدثكم عن الطوسي بإجمال لكن هاي المرة أريد أن على الوالدي لهذا السافل أريد أن على الوالدي القندر هذا أريد أن على الوالدي سأضع الحقائق كاملة بين أيديكم وحين إذن ستصبح المشكلة مشكلتكم إما أن تخرجوا أنفسكم من مذهب الطوسيين وإما أن تبقوا مرتكسين في هذا المذهب القذر الوسخ بنفس هذا العقل هم يصدرون لكم الفتاوى بنفس هذا العقل وكلهم وفقا لهذا المنطق بالمناسبة عقيدة الخوئي أسوأ من عقيدة الطوسي في موضوع سهو المعصوم وقد تحدثت عنها وفصلت الكلام فيها عقيدة الخوئي أقذر وأوسخ وأقبح من عقيدة الطوسي دائما أقول لكم مراجعنا مثل بول البعير لي ورا لي ورا وحوزة النجاف مثل بول البعير لي ورا لي ورا السوء الذي عليه الطوسي يكون جميلا بالقياس للسوء الذي عليه الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني والبقية كلما تقدم الزمان مثل بول البعير أتحدث عن مراجعنا العظام مثل بول البعير هذا هو واقع الحوزة هذا كلام الطفسي تقبلون أن صاحب الزمان هكذا يكون أن ينسى ويسهو مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال عقله هكذا تريدون إماما إذا كان إمامكم هو هذا طيح الله حظكم وحظ إمامكم الجميع الجميع طيح الله حظكم وحظ إمامكم وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وكثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان زين أنا ويا هذا المط أحشي هذا المط شنون راح أتفاهم ويا أتحدث عن المطي أطوسي وعن المطاية اللي عقائدهم ألعن من عنده من مراجعنا العظام من ذوله هذا أبو طوسي أما قرأه سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الإحصاء هو العد بدقة وبتمام التفاصيل وكل شيء أحصيناه الله أحصى كل شيء في هذا الملف الإلهي هذا ملف إلهي هذا كتاب إلهي ذلك الكتاب الذي في أول سورة البقرة ذلك الكتاب هو هذا الحقيقة الجامعة هذا الملف الإلهي الله سبحانه وتعالى وضع كل الوثائق في هذا الملف هل يكون هذا الملف ملفا مختلا الآية هكذا تقول نقرأها من أولها إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا في هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذا هو والأحاديث عن علي يقول أنا ذلك الإمام الذي أحصى الله فيه كل شيء أنا ذلك الإمام المبين الذي أحصى الله فيه كل شيء هذا هو الحجة بن الحسن إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم ملف إلهي كامل فهل يكون الملف الإلهي مجتملا على أخطاء وهناك معلومات تنسى ولا تكتب في هذا الملات ماذا نصنع لهؤلاء الحمير ماذا نصنع لهؤلاء الحمير هذا كان حج ناجي الشبان رحمة الله عليه كان يقول دائما خدايا خدايا شقد خالق مطايا خدايا يتحدث عن مطايا البشر خدايا شقد خالق مطايا الآية واضحة إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم نكتب الأشياء بكل تفاصيلها ونكتب ما قدموا وما يترتب على ما قدموا وآثارهم وهذا مصداق من المصاديق بعد ذلك تقول الآية وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كيف يتسرب النسيان والسهو إلى هذا الإمام الإلهي المبين كيف يمكن ذلك بحسب دين العترة لا يمكن ذلك بحسب المذهب الطوسي القذر الخرئ يمكن هذا ما هو هذا الذي يقول من أنه ينسى وينسى ويسهو إلى الحد الذي لا يصبح عقله مختلا ويستمر في كلامه من أنهم صلوات الله عليهم وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وكثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه الجبائي فاسد عقيدة فاسدة من أننا نعتقد من أن المعصوم لا يسهو ولا ينسى وإنما لا بد أن يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا مخبولا هناك من الناس من ذاكرتهم تشتغل كالساعة الدقيقة ويقولون مثل الساعة السويسرية مثل الساعة السويسرية يمكن للآخرين أن يضبط أوقاتهم على حركتهم على حركة أولئك الأشخاص لشدة انتظامهم وهذا موجود في كل المجتمعات هناك أناس يشتغلون ويتحركون بدقة متناهية يولدون بهذه الطبيعة فهؤلاء سيكونون أفضل من هذا المعصوم المخبول المعتوه وفقا للمذهب الطوسي القذر صلوات على آل محمد صلوات تترى والتف على آل طوسي أي والله صلوات صلوات تترى ما ذر شارق وما ناح قمري على الشجرات وما حج لله راكب صلوات على آل محمد في الليل إذا عسعس وفي الصبح إذا تنفس صلوات على آل محمد مع كل نفس من أنفاسنا مع كل دفقة دم من قلوبنا في شراييننا صلوات صلوات على آل محمد مع كل طرفة عين من عيوننا صلوات على آل محمد في ليلنا ونهارنا وتف على آل طوسي في ليلهم ونهارهم وتف على آل طوسي في يقضتهم ومنامهم هذا هو دين أهل طوسي هذا الأثول الذي هو شيخ الطائف شيخ المطايع هذا الأثول في كتابه التهذيب تهذيب الأحكام روى الزيارة الجامعة الكبيرة ألم يقرأ في هذه الزيارة ألم يتدبر في هذه الزيارة هذا هو الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران طهران إيران في الصفحة السابعة بعد المئة الحديث الأول أورد الزيارة الجامعة الكبيرة رواها عن الصدوق لأن الصدوق قد روى الزيارة الجامعة الكبيرة في كتابه الفقيه وفي كتابه العيون وهنا الطوسي رواها في التهذيب هذا النخعي يقول لإمامنا الهادي صلوات الله عليه علمني يبنى رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم هذا الطوسي حينما أورد الزيارة أما قرأ هذا الكلام من أن النخعي يريد من الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا فعلمه الإمام فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة أني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ فيها حينما نسلم عليهم والمستقرين في أمر الله كيف نستطيع أن نتصور هذه الذوات التي تستقر في أمر الله خلقت خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذه ذوات مستقرة في أمر الله ولا تخرج إلى غيره فكيف نستطيع أن نتصور هذه الذوات يتسرب إليها النسيان وكيف يتسلط عليها الشيطان مثل ما تقول الآية وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشيطان كيف يتسرب الشيطان إلى هذه الذوات المستقرة في أمر الله أنا ما أدري ذول عقولهم عقولهم طاية عقول خرفان هذا وين عقله عقله بدبره وين صاير عقله أتحدث عن مراجع الشيعة عقولهم في أدباره وين عقولهم ما هو الخوئ عقيدته أقبح من عقيدة الطوس وموجودة موجودة وبخط يده بخط يده هذه عقيدته في آخر أيامه مات عليها مات عليها أي سوء توفيق هذا فحينما نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد من أنهم مستقرون في أمر الله والمستقرين في أمر الله الزيارة كلها بنفس هذا المضمون لكنني لا أريد أن أقرأ الزيارة كلها حينما نسلم عليهم السلام على الأئمة الدعاة إلى أن نقول وأولي الأمر وبقية الله وخيارته وحزبه وعيبة علمه العيبة المكان الذي تحفظ فيه الأسرار وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه كيف يتطرق إليهم النسيان كيف ينسون كما يقول هذا الأخبار كثيرا من متصرفاتهم أيضا لا أطعح الحظ على الدق وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وكثيرا مما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذا ضراط الحوزة النجفية هذا مؤسسها وهذا الكلام النور من محمد وآل محمد في زيارة نفسها نخاطبهم كلامكم نور هذا الكلام النور من محمد وآل محمد والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه نحن ماذا نقرأ في سورة البقرة في أطول آية من آيات القرآن إنها آية كتابة الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إنها الآية الثانية والثمانون بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة ماذا جاء فيها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لماذا امرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل أن تنسى فالنسيان ضلال النسيان ضلال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لماذا امرأتان أن تضل إحداهما فتذكر فتذكر تشير إلى أن معنى تضل تنسى الآية واضحة تفسر نفسها بنفسها أن تضل إحداهما أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى فالنسيان ضلال فحينما أخاطبهم والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه فهل يمكن أن يتطرق الضلال إلى منظومة الحق هذه أي منطق هذا أي هراء هذا وأي خراء يا حوزة النج أي خراء هذا الزيارة كلها في كل لفظ من ألفاظها ترفض هذا المنطق الأعواج هكذا نخاطبهم من أن الله جعلهم حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودع لحكمته وتراجمة لوحيه وأركاناً لتوحيده وشهداء على خلقه فكيف ينسون الصير القضية خرطي كيف يجعلهم شهداء على خلقه وهم ينسون كيف يجعلهم أركاناً لتوحيده وهم يسفون كيف يجعلهم حفظة لسره وهم ينسون وكيف يكونون خزنة لعلمه وهم ينسون إلى الحد الذي لا تختل عقولهم انطيع الله عقولكم يا مراجع النجا تضحكون على الشيعة ولكن الشيعة حمير تضحكون على الشيعة ولكن الشيعة حمير أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أنا شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت للم آخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل أطمئنم أطمئنم تركبهم يعني يعني إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلى أخبر خمس سنة فهي لا تستعجب مش جاعة قلية تركب يعني خلاقة أغمي شنو كما قلت خلاقة أغمي شنو بغلاق وكان حالة أسنو فقوش ديخ عرفي فقوش ونص عباس كنا على ثقوة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفة قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ ومش لا مو علم إجمالية هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع